مصدر داخل النادي الاهلي قال لنا في رقم 10 ان ايمن اشرف عمل جلسة سريعة مع بعض مسؤولي الكرة بالنادي الاهلي واكد لهم ان ما فيش اي مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك وكل ما تردد في الاعلام هو مجرد اشعاعات ومش صحيح وان الموضوع عبارة فقط عن بعض الوكلاء اللي عرضوا عليه الفكرة فكرة الانضمام لنادي الزمالك لكن هو بلغ على حسب كلامه يعني مع مسؤولي النادي الاهلي بلغ الوكلاء دول انه مستمر مع النادي الاهلي وما فيش مجال الكلام ده دلوقتي ده الجلسة اللي جمعت ايمن اشرف بمسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي الكرة في النادي الاهلي ده مدافع في النادي الاهلي مدافع اخر في النادي الاهلي هو رامي ربيعة قال لنا او مش رابيعة يعني مصدر مكرم من رابي ربيعة قال لنا انه عنده تلات عروض في الوقت الحالي منهم عرض سعودي وعرض قطري بخلاف العرض اللي عنده من مصر هنا تحديدا من نادي فيوتشر رامي ربيع حاجة أولوية عنده الاستمرار في النادي الأهلي لكن مستني يشوف موقف في النادي الأهلي والجهاز الفني منه وبعدها هيفضل العرض الخارجي عن العرض المصري وحابب لو مش هيلعب مع النادي الأهلي في مصر فيبقى موجود في نادي عربي يعني عشان يفضل علاقته مع النادي الأهلي عظيم ومعن كان يعني مسلا سعد سمير موجود لطيف نادي فيوتشر وعلاقته مع النادي الأهلي عظيمة وفيها ترابط كبير ماشي دي حكاية النادي الأهلي بعد مباراة السوبر يوم الجمعة الماضية خد راحة من المران يومي السبت والحد الفريق هيرجع يتدرب يوم لاتنين عشان يستعد ليه مباراة التراجي التونسي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في العشرة مساء على ملعب رادس دون جماهير وهكلمكم في حتة دون جماهير ديت عشان فيها كلام بعض اللاعبين في النادي الأهلي تخلفوا عن رحلة الفريق إلى الكاهرة من الإمارات فضلوا في الإمارات شوية كبساء حفيز بعط لهم رسالة صوتية على الواتس وأكد لهم إنهم لازموا متواجدين في مران الفريق يوم لاتنين اللي اتنين تحديداً لتخلفوا عن الفريق أو رحلة الفريق إلى الكاهرة كان محمد الشناوي ومحمد هاني فضلوا في الإمارات وهم الاتنين دول شناوي وهاني ومعهم كهرباء فضلوا في الإمارات لما عرفوا إن الفريق أجازة والنادي الأهلي سمح لهم بدا بس كابتن سيدة عبد الحفيز بعت لهم وبعت لكل اللاعبين إن هم لازم يبقوا موجودين في مران الفريق يوم لاتنين وميبقاش فيه أي نوع من أنواع التأخير أنا أقول لكم كهرباء والشناوي ومحمد هاني ودي فعليهم كمان أحمد عبدالعاد دول الأربعة اللي لسه موجودين في الإمارات وهيرجعوا على مران الفريق يوم لاتنين إن شاء الله طيب مارس الكورب بالمناسبة كمان طلب من الجهاز المعاون يعملوله التقرير مفصل عن فريق الترجي بالمناسبة خسر منذ لحظات من الأفريق التونسي بهدف اللحظات الأخيرة في الدوري التونسي وقبلها كان خسر من السفاكسي أيضا بهدف دون رد مباراتين على التوالي في الدوري التونسي يخسرهم التراجي قبل مواجهة النادي الأهلي دي فعلى ده كمان إن معاذ بن شرفية الحارس الأساسي لم يشارك في المباراة اليوم مباراة الأفريقية بسبب الإصابة والظروف في التراجي يبدو إنها فناية مش في أفضل أحوالها كل دي أمور بالنسبة للنادي الأهلي يعني تدي له أفضلية بشكل أو بآخر على نادي التراجي في المقابل أهلي يعني ناحية تانية كسبان سوبر مصري ماشي في الدوري بشكل كويس حالته الفنية جيدة جدا فإن شاء الله الأهلي يبقى لي أفضلية دي فعلى ده كمان إن التراجي يلعب دون جميله نادي التراجي بالمناسبة قدم احتجاجي للكاف بخصوص العقوبة اللي وقعت عليه بإقاف النادي أو مش بإقاف النادي حرماني النادي من جماهيره في أربع مباراة منهم اتنين مع إقاف التنفيذ هينفذ اتنين أول واحدة فيهم هتبقى مباراة الأهلي القادمة تراجي يقدم احتجاج عشان الجماهير تبقى موجودة في ملعب المباراة في مباراة النادي الأهلي أقول لك من دلوقتي أنه غالباً الاحتياج هيرفض والنادي الأهلي يترقب هذا الأمر بالمناسبة برضو عايش شوف اللي هيحصل إيه بس النادي الأهلي لا يتدخل في هذا الشارع ولكنه يترقب يترقب فقط بيشوف التحركات كلها لا أدرى أقول لك أنه بنسبة 99.9% مش بقول 100% عشان الله أعلم بالغيب بس 99.9% النادي الأهلي يواجه التراجي يوم الجمعة القادمة في ملعب رادز دون جماهير فريق التراجي التونسي ومرة أخرى أحب دايماً أكرر القصة دي مفيش حد في الكون بيحب القرات القدم يحب أي مباراة وقام بدون جماهير بس احنا بنبص على الأفضلية كل دي حاجات مميزات بيأخذها النادي الأهلي التراجي يلعب من غير الجماهير وبقت ميزة للنادي الأهلي التراجي حالته الفنية في آخر مباراتين في الدولة التونسي مش جيدة دي ميزة للنادي الأهلي بيخسر آخر مباراتين قدام السفاكسي والأفريق كل دي مميزات احنا بندور على مصلحة النادي الأهلي حقاقاً للحق بس أكيد نحب دايماً أن الجمهور يبقى موجود في كل الملعب ترجمة نانسي قنقر